اشتركوا في القناة عن التوظيف اذا ما كنت سمعتوها ارجعولها لانها نصائح مهمة جدا الانصر الخامس الذي يريد ان احدثكم عنه هو انصر الانظمة الانظمة سيستمز المشروع الناجح هو اللي عنده انظمة فيجب ان تتأكدوا من وجود هذه الانظمة طبعا لازم يكون عندكم نظام اساسي يسموه من الذي سيدير كيف سيتم اختياره كيف سيتم تغييره هذا يسموه دستور نظام اساسي للمشروع ايضا تحتاجوا نظام اداري اداري يعني حقوق الموظفين اجازاتهم رواتبهم علاواتهم كل ما يتعلق بهذا النظام الاداري والموارد البشرية هذا ضويري جدا ان يكون عندكم ايضا تحتاجوا نظام مالي من الذي بيده حق الصرف وما هي حدود الصرف هل يمكن الخروج عن الميزانية من الذي يقرر في ذلك هذه انظمة انظمة لا تتركوها للميزاجية لا تتركوها للقرارات الفردية حويلوها الى نظام وبالتأكيد لازم يكون عندكم نظام للتكنولوجيا من الذي عنده صلاحيات ان يفتح هذا الملف او يغير هذا الملف هذه انظمة وطبعا تحتاجوا نظام ضمن النظام الاساسي لاتخاذ القرارات من الذي بيده القرارات من بيده قرار التوظيف قرار الفصل هل هذه ميزاجية ولا وفق انظمة بعض الناس سميها لوائح بعض الناس سميها انظمة مهم بعض الناس سميها انظمة كمبيوتر ممكن كلها تتم بالتكنولوجيا مهم اذا اي عندكم فابنمتاز اذا ما اي عندكم فنصيحتي خذوها من جهة تستطيع ان تعدها لكم طبعا يعني متوفر عندنا في الشركة شركة الابداع الناس مستشارين متخصصين في هذا وعند غيرنا يعني كثيرين يا ليس الدعايا لا فبس ضروري جدا ان تعملوا هذه الانظمة وفقكم الله تعالى في الدنيا والاخر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة